نتكلم مع بعض يا شباب دلوقتي ان شاء الله على تحليل الأعمال الآمن شبابتا معلومات خفيفة جدا زريفة جدا هنتكلم مع بعض على الاس جي ايه هنقول اولها ان الاس جي دي هدفها ايه والله هدفها في الاساس ان هي تتأكد مع باقي وسائل التحكم من ادارية الموجودة عندنا الاسمس دوكومنت زي البرمتة دي شرحنا من شوية ان حضرتك بتتم كل الاعمال الموجودة في البرمتة كل الاعمال خذ بالك مع اللبز كل الاعمال الموجودة في البرمتة بطريقة امنة يعني ايه بتريقة امنة يعني حضرتك اعمالت في ايه risk management صح زي ما اتفقنا يعني ايه برضو risk management زي ما قلنا تعرف التسك بتاعك اللي انت مطلوب منك ايه داخل تعمل ايه دالوقتي ومن خلال كل تسك انت هتفصصه بالتفصيل تماما زي ما حنشرح بعد شوية ايه هي نوع المخاطر اللي حضرتك حتقابلها اثناء هذه الخطوة وبناء عليه حضرتك متوقع ايه كنتيجة ممكن تحصل نتيجة تعرضك لهذا الخطر اثناء عملية التفاقن عليها دلوقتي حالا طالما حضرتك حتتعرض للخطر يبقى انت موجود في حاجة اسمها ريسك او مخاطر وبناء عليه ايه هو الكنترول المطلوب اثناء ادائك لهذه الخطوة عشان يمنع او يقلل النتائج المحتملة توقعتها كاسوأ سيناريو زي ما اتفقنا اثناء مجابهتك او موجودك لهذا الخطر اثناء اداء مهمتك او اداء القطوة اللي انت بتعملية دلوقتي حالا لو اتبعنا هذا الاسلوب فانت تضمن ان شاء الله رب العامين ان انت عملت كل الوظائف بتاعتك والمهام بتاعتك المطلوبة منك بصورة امين طيب تعالوا نفهم مع بعض الاس جي ايه محتاجة منين ايه اولا الاس جي ايه رجالة الخير لازم تكون خاصة بكل شغلانة نقول عليها جوب سبيسيفك يعني ايه كلام ده معنى كلامي ان كل شغلانة عندنا في ال اي دي سي في كل برنيمة ايا كانت نوع البرنيمة ايا كان نوع التاسك اللي هتقوم به لابد يكون ليه تحليل عمل ام ومعنى اخر ان لا يمكن تحت اي ظرف الاقي اثنين تاسك موجودين في اس جي اي واحد بمعنى اخر ان لا يمكن تلاقي اس جي عامة او جيناريك كده تشتغل عليها وخلاص لا لازم تكون محددة لشغلانة واحدة فقط قائز جدا زي ما تكلمنا في برنيمة من شوية بر ما ينفعش حطوا شغلانتين في برنيمة واحد نفس الكلام ما ينفعش اس جي اي لشغلانتين او اس جي عامة اكتر من حال ده معنى كلمة جوب سبيسيفك طيب نفس الكلام خاصة بكل برنيمة يعني كل برنيمة في شركتنا لا بد يكون لها مجموعة الاس جي جواها خاصة بيها لوحدها طيب دي على ايه عشان خاطر حضرتك عندك اختلاف كبير في ديزاين كل برنيمة عن التاني الله طيب فرضا عندنا برنيمة متحدة في الديزاين متاعها في برنيمة بعض برنيمة عندنا نفس التصميم بالظبط طيب احنا اتفعنا في اول اليوم ان الكنترول تنفيذه بيتوقف على مدى الامكانات المادية زي تصميم برنيمة كمان يتوقف على القدرات الجسدية والزهن الافراد اللي موجودون جواهة برنيمة هل تقدر تضمن لو عندك برنيمتين او تلاتة او عشر نفس الديزاين ان كل الناس في كل برنيمة على نفس الدرجة من الثقافة على نفس الدرجة من السيفت بيهيفير اللي يعرفوا المخاطر وينفذوا الكنترول بنفس الطريقة هل تقدر تضمن ان معدل امنهم في هذه الحالة نزيل اختلاف ثقافاتهم بنفس الاسلوب مؤكد لا فبالتالي اختلاف الافراد على البرنيم اختلاف ديزاين برنيمة نفسه يستدعي ان كل برنيمة ما يكون لها مجموعة الاس جي الخاصة بيها جواها الوحدة ده كلام مصبوط لذلك بنقول حضرتك على الاس جي ايه ان هي المهام والمسؤوليات زي ما اتفقنا ان البي اي سي حضرتك في المكان هو المسؤول الاوحد عن تنفيذ كل تعليمات السلامة والصحة المعنية داخل شركتنا اي حد غيره مسؤول فقط متابعة تنفيذ اي انه عامله دور ومسؤوليات وزي ما شرحنا فادوار الوركو جروب سورفايزور وادوار البرمتري كويستر وادوار الوركو جروب عموما وادوار الستيكشل ليدر وادوار الكنسيرنستيكشل ليدر بنكمل هنا نفس الاسلوب بالزبط ولكن بنأكد تاني على معلومة ان البي اي سي هو المسؤول الاول عن تنفيذ كل تعليمات السلامة والصحة المعنية داخل اي منشأة هو مسؤول عنها او داخل اي قسم في منشأة هو مسؤول عنها يعني اعلى سلطة في المكان هو المسؤول عن تنفيذ كل تعليمات السلامة والصحة المعنية من ضمنها الاس جي فلازم يتأكد طبعا ان الكلام ده كله بيتم بصورة سليمة تحت مظلة ويكون مع الاس جي لو هتعمل شغلانة بقى كل الورقيات او كل الوثائق عشان يكون ضغيف في اللفظ المناسبة لها اللي تسمح لك ان انت تكون متطابق مع متطلبات القانون عشان تعمل اي شغلانة بصورة سليمة لان اتفقنا ان كل الوثائق بتاعتنا سانت قانوني لدى المحاكم طيب ده كلام مصبوط طيب الاس جي ايه برضو لها لوكشيت مؤكد بس فينا مختلف بسيط او عن اللوكشيت اللي موجود في اي صفتي دوكمنت زي ما اتكلمنا عليه ان هو اللوكشيت الارقام اللي موجودة فيه ارقام ثابتة لا تتغير ابدا الضهر بمعنى ده لو هنقول مثلا ان تشحم الكراون واخد في بريمة ما رقم دي خمسين ولياكم جوا البريمة دي طول ما البريمة دي شغالة اللوكشيت بتاعها حيثان ان شغلانة تشحم الكراون فيها رقمها دي خمسين طول ما البريمة دي قائمة على وجه الارض طب هل يستلزم ان في كل البريمة التانية يكون نفس الرقم دي خمسين هو هو بتاعش تشحم الكراون لا اما احنا قلنا بقى رقم سبيسيف بس داخل البريمة يكون نفس الرقم ان شاء الله تعمل عليها 100 مليون ابضت في اليوم الواحد مش قولك في السن لا في اليوم الواحد اعمل اللي انت عايزه بس يسيبها بنفس الرقم وده حيوضح قويس جدا في النموذج اللي قدامك بتاع الاس جي اي طيب دلوقتي حضراتكم وحنا بنتكلم مع بعض احنا دلوقتي حنقعد نعمل اس جي اي نقعد نكتبها يعني طيب ما حنكتبها اما تخليق جديد تماما نيو كريشن يا اما بنعمل عليها اوب ديت ده كلام مصبوط خدو بالك يعني عايزك تفصل دماغك تماما احنا مش هنشتغل بها دلوقتي قد يكون انا وانتم مجموعة عمل مؤهلة لازم تطفر فينا عنصر الكتز زي ما اتفقنا المعرفة والمعلومة والقدرة الجسدية والزهنية والتدريب والخبرة لازم الناس اللي تقعد تعمل اس جي يكون يطفر فال عناصر دي ممكن نقعد مانا حد جديد اه يعد يتعلم فيش مشكلة ابدا يعني يعني عشان يتعلم السيستم بيمشي ازاي بس لازم نكون مجموعة عمل مؤهلة على دراية وخبرة كافية جدا ازاي تتمم خطات الشرنة دي جوه البريمة دي او جوه منطقة العمل دي ايا كان بقى بريمة او ورشة او ايا كان الوطن مش شرط ابدا 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 اللي قعدوا عملوا اوب ديت على الاس جي اي او كتبوها جديدة خالص لاول مرة ان هم هم يكونوا نفس الاشخاص اللي حيشتغلوا بيها ابدا قد يكون عملنا ابدا دلوقتي وبعد شهر جينا اشتغلنا الشغلانة دي هل تقدر تضمن ان هم هم نفس الاشخاص اللي قعدوا كتبو الاس جي دلوقتي ان هم هم نفس الاشخاص اللي يشتغلوا بيها لا طبعا ما احنا بريمة واحد والاس جي عشان تعملها مظبوط بتلفى على الاربع ورده كله عشان تحط خبرات العناصر الاربع والورد الاربع فيها عشان كلنا نتفق على دستور واحد كلنا ما ينفعش نخرج خارج اطار هذا الدستور تعالوا نشوفوا صور ما بتاعتنا عايزة من هنا ايه اولا وده اخر ابديت اللي قدام حضراتكم كان في سبع مارس عشرين تلاتة وعشرين اولا اسم البريمة في الهيدلاين طبعا اسم البريمة بتاعتك او رقمها رقم الاس جي وده رقم قولنا رقم سابت لا يتغير ابدا الظهر ابدا ثم بريمة قائمة نفس الاس جي دي حتى نفسه رقم تنمو عايش بس بوا البريمة دي باس ومش بالضروري يكون نفس رقم في البريمة دي هو هو نفس رقم في البريمة التانية مش شرط ابدا بس بوا البريمة الواحدة الرقم دي تنسل عمره كده ان شاء الله تعمل عليه 180 مليون افضيت طيب تاريخ الاصدار او المراجعة الاخيرة دلوقتي عاديين نكتبه فتاريخ النهاردة كام لو انت بتكتبه اول مرة او عاديين نراجعها او نعمل لها افضيت تاريخ الافضيت كام اكتبه طيب حضرتك استخد المعلومات الخاصة بتعريف المخاطر وهو الاخره من اني مرجع بالزبط تكتب مرجع اجراءك انت جبت من علومات دي منين اكتبه هنا في الجزء ده طيب ايه بقى التسك اللي انت تاريخ تعمله ايه المهم اللي انت هتعمله هنكتبه هنا بالطريقة دي زي ما شرحناها في البريمة من شوية هكون برضو وصف مستصر جدا ودقيق جدا يحتوي على هتعمل ايه وفين وايه المعدات الاساسية اللي من غيرها لم ولن يكتمل العمل والكلمة دي مقصودة اصبح شرح لك بعد شوية بفكرك دايما ان سلطة ايقاف العمل كلنا فيها بنفس الدرجة ما حدش فينا اعلى من التاني لما قول stop stop work authority كلنا فيها بنفس الدرجة اختصارا لس دابلو ايه كلنا فيها بنفس الدرجة اي شك في خطر لازم تقول stop قويس الصفة الظاهرة في الاس جيل قدام حضرتك انها مكونة من خمس اعمدة رأسية العمود الاول مكتوب فيه المهمة او الخطوات المتبعة في القيام بالمهمة من فضلك راعي ان الخطوات تكون هي الخطوات الاساسية التي بدونها لم ولن يكتمل العمل ناخد مثالا وبالمثال يتضح المقار لو جينا اقولنا مثلا ان خطوة من ضمن خطوات شحيم الكراون مثلا يعني ارتداء حزام الامان او عزل الدرور او رابط الشور كلايم سيستم طب انا محتار اكتبها في الخطوات ولا فين عشان ما تحتارش يا غالي وقولك والله اسأل نفسك سؤال انت بتعمل الخطوة دي تحت اذا كانت خطوة يعني اسا هنقرر هي خطوة ولا لا انت بتعملها ليه يعني انا يا باش مهندس حلبس حزام عشان ما اعش وهعزل الدرورك عشان ما اتعرضش الخطر الميكانيكي وحربط نفسي في الشور كلايم سيستم عشان برضو ما اعش يعني انت تقصد ان الادوات دي بتساعد على تأمين ساعاتك وانت بتقوم بالشغلانة دي ايوة طالما قلنا بتأمين ساعاتك يبقى اذا مش خطوة تخش في مكانها الطبيعي اللي هو الكنترول انما لو قلتلك مثلا ان خطوة من ضمن خطوات تشحيم الكراون للصعود على السلة والتشحيم نفسه خطوة كمان وان انت بعد ما تخلص تشحيم تنزل هل الشغلانة بتاعت تشحيم الكراون دي هتم من غير حاجة من دول طبعا لا يبقى اذا هي فعلا خطوة اساسية بدونها لم ولن يكتمل العمل اي شيء ييجي في ذهنك اسأل نفسك السؤال ده هل هو بيأمنني ولا بيأمنناش بحط الخطوة ده عشان تأمنني يبقى مش خطوة تحط في مكانها على طول في العمود الرابع اللي هو في الكنترول طالما كلمة امان يبقى كنترول على طول طيب جرى العرف ان اول خطوة في اي اس جي اي داخل شركتنا المحترمة تكون عبارة عن تجهيز ورقيات او وثائق العمل والخطوة رقم اتنين تجهيز الادوات اللازمة للعمل طبعا ده شيء مؤكد في كلام طيب ليه كتب نوم الطرق دي ما عملنومش خطوة ليه عشان الشرط التاني من شروط الخطوات ان تكون هذه الخطوات مفصلة مرتبة منطقية وقابلة للتطبيق مفصلة يعني كل خطوة في خانة عرضية تعالش تدمي خطواتين في خطوة ابدا مرتبة يعني حتكتبها حدك في الاس جي اي دلوقتي بنفس الترتيب الواقعي لما تطلع تشتغل بيها ان شاء الله ترتب او تشتغل بنفس الترتيب اللي انت كذبه واحد اتنين تلاتة اربع يبقى رقم واحد اللي هابدأ بيها رقم اتنين بعدها على طول رقم تلاتة بعدها على طول واكد منطقية وقابلة للتطبيق بمعنى انها تمكنك من اداء مهمتك في اقل وقت ممكن باقل مجهود باقل تكلفة باقل معدل مخاطرة باقل معدل امان ده المقصود بكلمة انها منطقية وقابلة للتطبيق باقل ياكو دلوقتي عايزين ندخل البي او بي بعد الريد موف موجود عند التول بوكس موجود في اخر اللوكيشن وموجود على الكساحة بتاعته انا عايز ادخاله دلوقتي عند البي او بي ستمب عشان نعمل عليه تست كنا فكينه يعني فواحد من الاقتراحات ونسمع لازم نسمع كل الاقتراحات ونقيمها ونشوف مدى قابليته بالنسبة لنا ايه قالك هنجيب طائرة الريكوبتر نعلق فيها البي او بي وندخل عند الصب بيز واحد تاني قالك هنجيب ونش ونركزه اكتر من مرة وننقل اكتر من مرة البي او بي خطوة بخطوة كده جي واحد تالت قالك يا باش مهندس ممكن اقتراح لو تسمحلي هنخلي الراجل السواق بتاع العربية المحترم يخش بالبي او بي اقرب مكان عند الصب بيز ونحنركز الوينش في مكان امن مرة واحدة بس عشان نقلل العاملات الرافعة ومقاطرها وناخد البي او بي من عركة الساحة اقرب مكان للصب بيز ونحطه مرة واحد تفتكروا اني واحد فيهم اكتر منطقية وقابلة للتطبيق برافو عليك انا سامي واحد من الناس بقولي يا باش مهندس لا الراجل الاخير اللي قال الراجل السواق بتاع الكساحة يدورها ويقرب ناحية الصب بيز على قد ما نقدر ونركز الوينش في اعرب مكان امن تبقى الجدوى لا احماله نشيل البي بي عمرة واحدة على تسكستان برافو عليك ليه بقولك برافو ان اللي انت قلته ده ممكنك تعمل شؤولة في اقل وقت ممكن باقل تمجهود باقل تكلفة باقل معدل مخطرة باعلى معدل امان وده المطلوب طيب حققنا الشروط كلها في الخطوات كتبناها تعال امسك بقى خطوة خطوة كل خطوة منهم لازم تسأل نفسك سؤال ايه المخاطر اللي ممكن تقابلنا اثناء اداء الخطوة دي انت مين في رقم واحد زي ما اتفعنا في الاولياء والافراد من قدمين الجنس البشري رقم اثنين البيئة رقم ثلاثة المعدات رقم اربعة البيئة رقم خمسة السمع اسردهم بالترتيب بس بشرط في العمود رقم اثنين والمخاطر في نفس الخطوة الواحدة ما تكررش خطرين ولا ناتجتين ولا كنترولين في نفس الخطوة الواحد انما لو اتنقلت الخطوة تانية لا قرر تاني وتالت وربع في الخطوات اللي بعد كده انما جوة الخطوة الواحدة ما تكررش بس قد انفع تبارك عشان تشتغل عليهم بعد شوية كتبنا المخاطر بالترتيب الترتيب هنا ماشي بنظام حينفعك في الباقي كل هتلاقي نفسك دخلت على العمود التالت اللي هو العاقب المحتملة اللي هو بالبلد خالص ايه نتيجة ان انت تتعرض لخصة هذا الخطر اثناء ادائك للخطوة دي هتكتب برضو النتائج بالتفصيل وبالترتيب بس زي ما اتفقنا برضو ما تكررش نتيجة يعني لو لقينا خطرين مختلفين النتيجة بتاعتهم ان الشخص ده مثلا يسقط او يصاب او يحصل الوفاء اكتب كلمة اصابة مثلا في جزء معام في الجسم او الوفاء مرتين في نفس الخناء لا في نفس الخطوة لا ما تكررش كتبنا العاقب المحتملة بضل بالترتيب اروح داخل عامود رقم 4 وده دور مهم جد ايه هي الضوابط او الكنترول اللي تعمل على تأمنا ايوا كلمة امانة هي فكلما وقتلك كلمة امان توجهك على طول عامود رقم 4 ايوا صب اللي الكنترول فيديته لزيادة معدل الامان اشتغبا من طم يعني عشان اروح بيدي سليم لو انت ماشي بالترتيب في المخاطر وفي العواقب هتحط برضو الكنترولز بتاعتك بالترتيب يبقى لو ماشي السيستماتيك من الاول هترتاح لحد الاخر بنفس الاسلوب اللي اقول لك عليها خلصت الضوابط اه زي الفل روح داخل بقى العامود رقم 5 اسمع مين اللي هقوله العامود رقم 5 ده مطلوب من حقك تكتب فيه الشخص او مجموعة اشخاص ايا كانوا بس بشرط يكونوا حينفذ الكنترول بيديهم مش مطلوب منك في الخانة دي خالص تكتب اي حد يشرف على التنفيذ ابدا انا عايز الشخص اللي حينفذ بايده زي ما قلنا مثلا اول خطوة تجهيز الورقيات او الوثاق فمؤكد زي ما اتفقنا ان المفروض الراجل اللي ينفذ الورق ده تفرضين اتنين مش واحد بسه البرمت ريكوستر مع الورك جروب سورفايزور او تحت اشراف الورك جروب سورفايزور لو امضاعاته هاملة بايده حلو هل اكتب كلمة بيرمت ريكوستر هل اكتب كلمة الورك جروب سورفايزور لا طبعا مش مطلوب كده انا عايز منك هنا المسمى الوظيفي مش المهام الوظيفية ومش اسماء اشخاص كلام جميل تسرت باقي الخطوات زي ما اتفقنا وكل خطوة منهم تخش بها على المخاطر عمود رقم اثنين تنتقل بها العمود رقم تلاتة العواقب المحتملة تنتقل بها على العمود رقم اربعة لوها الكنترول وتيجي في العمود رقم 5 تقول لي مين المسؤول عن تنفيذ الكنترول بايده يعني فرضا مجينا قلنا ان احنا في خطوة التشحيم نفسه على الصلاة نسلم ففيه مخاطر سقوط واحد الاخره العاقب المحتملة لاصابات في اغزاء معينة من جسم وتذكرها بالتفصيل او سقوط الشخص ووفاة الشخص نتيجة سقوطه وارد فحنحط كنترول ان الراجل يلبس الفل بورتيكشن بتاعته كاملة فوق والكلام الحلو ده كل في العمود رقم 5 يبقى مين المسؤول هنا عن تنفيذ الكنترول بنفسه او المسأل حفار طب تفتكر الحفار هيتطلع لك فوق يخليك تلبس الحزام ويربط لك فوق الاريستور او او ايه الاخره لا انت اللي فوق انت اللي هتنفس بايدك فانت بتسيب دستور لاي حد بعدك يجي في البرنامه دي تقول له خد بالك وانت فوق بتشحم الكراون انت اللي لازم تنفذ الكنترول في الخطوة دي عشان انت اللي هتقبل الخطر فبالتالي تنفذ الكنترول عشان تمنع الخطر دي عنك او تقلله يعني على اقصى احتمال اثناء مواجهتك للخطر الفلاني اثناء ادأك للخطوة الفلانية نكتب الاس جي بتاعتنا بالطرقة دي تماما زي ما شرحنا بالتفصيل وبعدك هتنتقل لظهر الاس جي اي احنا قلنا ان مجموعة عمل مؤهلة توقيت تكتب الاس جي اي مصبوط ومعاهم ورق جروف سوربايزر مصبوط هنعرف ادوارهم دلوقتي اللي هيعود يكتبوا الورقة دي او الاس جي اي ده هم مجموعة عمل مؤهلة كل كلمة يا هندسة تطلع من لسانك لابد يكون لها اثباته اثبت هذا الامر هثبته ازاي في المربع اللي قدامك ده بس بعد ما تكتب في المربع الجزء اللي فوق ده تعريقاته والسنتاجات لو كان عندك انحراف او حيود عن اجراء اساسي معين ممكن تسرده لو ما عندكش سيسبة فضل نسبة اي الاسماء بتاع الناس اه الفريق بقى اللي عمل الاس جي تبقى الاجراءاتنا الجديدة مسموح او مطلوب عشان يكون صريح في اللفظ من السيف تينجينيل يكون موجود مع التيم اللي قاعد يكتب الاس جي بس هل هو اللي هي حد الخطوات طبعا لا ولكن هو قد رواحب بتكنيك هيفيتنا في الحيطة دي وقد يساعدك في تعريف بعض المقاطر طبقا للكريتيريا بتاعتنا وقد يساعدك في بعض او يوجه نظرك على معلومة في الكنترول او لحاجة انما هل هو شخص خبير بكل شغلنا لا طبعا مش مطلوب منه طيب فاصبح مسموحنا دلوقتي نحط اسم السيف تينجين اذا كان متاح من ضمن التيم اللي هيعدي عمل السجين اسم كل واحد اسرده بالتفصيل والنشرط في الاسماء تكون اسماء ثلاثية او الثنائية على الاقل اسماء فردي لا ممنوع اسم كل واحد في مكانه قصاد كل اسم وظيفته ايه قصاد كل وظيفة توقيعه قصاد كل توقيع التاريخ بتاعه فرض رحي تلتة فلورات كتبنا اسماء نتحت بعض زيل فل هروح كتب مثلا فلورمان فوق وتحتها شرط 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 غالب مش مسموح هنا ابهاء هنا مبهن انا عايز شيء مفاص طيب ايه رأيك اكتب كلمة فلورمان كبيرة كده سامبوكس كده من تحت الفقم وفورة تاع برضو غير صحيح لما كل واحد لازم تكتب قصاد وظيفته بالتفصيل ومؤكد كل واحد يوقع بخط ايده ويكتب اسم بخط ايده برضو والتاريخ بتاع اليوم بتاع دي مجموعة العمل اللي كتبت الاس جي ما نكتبش فيها اسم الورك جروب سرفايز هم موجود معان اه ليه مكانه فين بقى وايه دوره الاول دوره بعد ما حضرك تخلص كتابة الاس جي انه هو يراجع على كل اللي انت قلت طب هو يراجع بصفته ايه انه بصفته اكثر ناخبرة فحيقول فعلا اللي اتكتب ده تمام ولا فيه مشكلة طب اتكتب انه هو تمام والخطوات كافية وتعريف المخاطر كافي وتعريف الكنترول كافي في كل خطوة اه تمام الله ينور عليك يا شباب انا موافق على الكلام ده والمراجعة بتاعتي موجود مين اللي هيعمل الكلام ده بقى زي ما اتفقنا مشرف او قائد مجموعة العمل محتاجين نسبة الكلام ده برده اهو الله في الخانة بتاعته ايه اسم واضح وظفته التوقيع التاريخ عشان كده اقول لك ما تكتبوش في المربع في الجدول اللي فوق ده اللي هو بتاع مجموعة العمل اللي قاعدت كتب للمكانه واتفقنا مع بعض اي شيء عايز تعمله لما تعمله في وقته الصح وفي مكانه الصح يعتبر صح غير كده ما يعتبرش صحيح طيب دوله بعد ما حضرته وراجع على الاس جي ايه ووافق انه اكتمام وما ضع الكلام ده نيه انه موافق المراجعة ده واللي كاتبينه ده مظبوط بالنسبة انه كافي لحد ما لازم يوديه هو بنفسه لعمك الحج اللي موجود في البريمة بصفة بي اي سي او قائد المنظومة عشان يعتمد هذا الامر اعتمد كله اثبت الكلام ده برضو اه في المربع ده يبقى يسم الراجل بي اي سي وظيفته التوقيع التاريخ بكده يبقى احنا عملنا لكل شغلانة عندنا في شركتنا او في بيئة العمل بتاعتنا تفصيل كامل لكل شغلان بلا استثناء وكل شغلانة على حدة طبعا مؤكد احنا اتفقنا للس جي اي من ضمن الوثائق اللي لابد تكون موجودة مع اي بيرمت حدك حتفتحها لان دي لا يمكن الاستغناء عنها تحت اي ظرف علاوة على البري جوب سيفتي ميتنج او اجتماع السلامة ما قبل كل شغلانة شكرا لنا شباب لحسنة معكم اتمنى من الله تكون الامر واضحة على خير شكرا لنا شباب